اشتركوا في القناة 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 أفريقي. ألف قد قودي تقريبا أو شكت على الانتهاء. كل واحد بيجي ينال التدريب هنا في مصر ويلقى الترحاب والاستقبال بيرجع ببقى سفير لمصر في بلده ومنهم زمان كانوا بيتولوا كمان مناصب الوزراء ورؤساء الجمهورية لما نتكلم أن فيه مبادرة صحية سيادة الرئيس تبناها اللي هي معالجة مليون أفريقي من فيروس سي. لما نتكلم أن نحن بنشارك في كل المشاريع البنية التحتية والمرافق توليد الكهرباء في أفريقيا وإزاي كمان أننا نسعيد وأننا نصدرها لأوروبا وحفر الأبار وعمل منشآت تدقية المياه في جنوب السودان وفي دول كثيرة جدا كل الأمور دي أمور عظيمة جدا. مصر بتسير فيها وبطريق وبتسير في تجاه صحيح بشكل رأس حربة إلى الجنوب ممتدة إلى العمق الأفريقي لما نجي نتكلم بقى حضرتك على التجمعات الإقليمية طبعا العالم ما بقاش يعترف بالكيانات الفردية بقدر بيحترم الكيانات الإقليمية المتكتلة أو التكتلات الاقتصادية الكبرى زي الاتحاد الأوروبي عايز أقول سعادتك أنه هو إحنا يعتبر بدأنا قابله بكتير سواء عربيا أو إفريقيا ولكن هم يعني خدوا خطوات أسرع مننا شوية إحنا عندنا مثلا في الكوميس اللي هي بتمثل شرق وجنوب أفريقي. إيكواس غرب أفريقيا إيكاس وسط أفريقيا الساحل والصحراء كل دي تجمعات إفريقية مصر لها دور ريادي في كل هذه التجمعات بنتكلم على فكرة مصر حتتولى قريبا رئاسة منظمة الكوميس ودي فيها 21 دولة ولما بنتكلم عن عدد السكان إحنا بنقارب الأكثر من 400 مليون في دول الكوميسة فقط ما بالك لـ 54 دولة دولة بالكامل خلال فترة مصر للاتحاد الأفريقي حصل شيء عظيم جدا أننا شاركنا بقوة في إعداد منظمة التجارة الحرة الإفريقية اللي حتدخل حيز التنفيذ في يناير 2021 يعني خلال أيام بندخل الخطوات الأولى خلاص الليبنات الأولى وضعت لها ودخلت حيز التنفيذ في يناير 2021 اللي احنا فيه تخيل دي حضرتك قد إيه حتى هيكون لها دور فعال في عملية تسهيل التبادل التجاري والصناعات والتكامل ما بين هذه الدول احنا التجارة البينية بيننا وبين أفريقيا دلوقتي لا تتعدى 4 مليار دولار وده رقم قليل بالنسبة لللي احنا متوقعين بالضبط احنا بيننا وبين الدول العربية 20 مليار دولار يعني 20 مليار دولار بين صادرات وواردات ولكن لما يكون في أفريقيا 4 مليار دولار فده شيء قليل ولكن أنا بنشجع بقى الاستثمار المحلي المصري إنه هو بمنتجنا المصري ميدن إيجيب يغسو أفريقيا احنا ممكن يكون منتجنا ما يقدرش يوصل للتنافس في أوروبا مثلا ولكن بس الله بنفس يعني ما ترحي تروح فرنسا وتلاقي تبسك أو ميسس وتلاقي مكتوب عليه ميدن إيجيب ميدن إيجيب يا جمال ده بالضبط يعني أنا برضو هدفت حاجة مهمة يعني في الفترة الأخيرة تم الاهتمام بالحاجات اللي احنا كنا مميزين فيها سابقا زي يعني إحياء مصانع الغزل والنسيق في المحلة الكبرى والأقطان المصرية إن احنا نرجع لها كمان القطن العظيم بتاعنا طويل التيلة إن احنا نستخده وبدل ما نصدره خام نصدره كمنتج وبنافس في أوروبا لما بنعمل مدينة الأساس اللي احنا عندنا في ضميات أكثر ناس مهرة في الصناعات وبنصدر للدول العربية وأوروبا ولكن خلالنا نتجه بقى للجنوب لما بنشوف إن احنا عندنا زي ما عندنا الأساس وزي عندنا المنسوجات عندنا الجلود مدينة الروبيكي احنا عندنا الجلود المصرية مصنفة من أفضل جلود في العالم برضو بتصدر لأوروبا ولكن أنا عايز بقى كل الصناعات اللي احنا بنشغالين عليها وقامينها سواء من أجهزة كهربائية أو خبرات مصرية أو نتجه لأفريقيا السوق أفريقية واعدة كبيرة فيها أكتر من 400 مليون ممكن يستقبلوها لما وسع خطوط الإنتاج بتاعتي وحتى الربح لما بيكون بهذا الشكل هقدر أن أنا أطور نفسي وعلي معايير الجودة وأقدر أصعد بقى للشماعة أنا مش هكلمك عن الخدمات اللي احنا بنعملها مش هكلمك عن حربة الإرهاب وازاي احنا بنضرب القوات إن هي تحافظ على البلاد ضد الإرهاب مش هكلمك عن القوات النعمة إن هما بيجوا يتمرانوا على دينا في الإعلام في التلفزيون هنا في الإذاعة في دورات وبتتخرج سنوية هقولك أنا بعمل برنامج اسمه هنا أفريقي على الفضائي المصري بس تضيف فيه صفراء للدول الإفريقية ببقى قد إيه سعيد لما لاقي السفير بيقول لي أنا تعلمت في مصر في جامعة القاهرة في جامعة اسكندرية قد إيه الفخخر وبيرجع بيرجع سفير سفير للقاهرة يحكي لهم على جمال مصر وبلدك هين عملت إزاي؟ ده تخيل حياتك كمان إن احنا بنحافظ على الأمن والسلم الأفريقي وأنشأنا وحدة في الاتحاد الأفريقي للمحافظ على السلم والأمن الأفريقي ودي كانت حاجة مهملة لفترات طويلة مبادرة الرئيس السيسي بمسمى إسكاة البناطق أي؟ خلاص إسكاة البناطق ونبتدي بقى نكون شوف فيه تنمية يكون فيه سلام زي ما هو الهجرة الشرقية كتعاملة إزاي ودولوية بتعاملة إزاي؟ بالضبط كل ده كان من خلال جهود مصرية حسيسة للتكامل مع أفريقيا إن احنا نخلي بداية من 21-21-21 هيبقى فيه منظمة التجارة الإفريقية ومنطقة التجارة حرة أفريقية تمهيدا إن احنا بنعمل نرفع الحواجز الجمركية نقلل للرسوم نبتدي مارن مارن شوية يكون فيه تسليل تبادل السلع والخدمات تب خلينا نتكلم في حتة مهمة جدا بقى دلوقتي دلوقتي تعالوا نبص كده بالبلدين نتكلم بالبلدين أفريقيا عايزة مننا إيه؟ وإحنا عايزين منها إيه؟ إحنا عندنا الكوادر عندنا الخبرات عندنا الكوادر المدربة عندنا الموارد البشرية أفريقيا عندها الموارد طبيعي؟ تمام إزاي يحصل تكامل بيني وبيني؟ تمام إحنا طبعا إحنا عندنا في مصر بفضل الله سبحانه وتعالى العقول المفكرة والسواعد العاملة وإفريقيا عندها المواد الخام اللي مهدرة بقى العشرات السنين وكان فترة الاستعمار بيعمل على نقل فاضل القيمة من عندهم وينمي بيها الشمال لدرجة أنه حصل نوع من الفجوة بقى فيه شمال متقدم وجنوب متخل كان على حساب أفريقيا واستنفاذ سروات لحد النهاردة فيه صراع غير عادي بين الصين وفرنسا والولايات المتحدة زي ما حدث تفضل في المقدمة على استغلال السروات الأفريقية يجب أن احنا ما نقفش في آخر الصف ده احنا نكون في المقدمة لأن لازم الدور المصري ده حيرحب به احنا دلوقتي فيه الوكالة المصرية للتنمية والتنمية والشراكة الأفريقية دي هدفها التدريب وتدريب الكوادر فيه قمة المؤتمر الأفريقي اللي عقد ثلاث مرات في شرم الشيخ 16 و17 و18 كان هدفه عرض الخريطة الاستثمارية الموجودة في أفريقيا فيه فرص وعيدة في أفريقيا يجب أن احنا نعدها في صورة خريطة وأن احنا زي نتكامل احنا عندنا الكوادر زي ما حدث تفضل وهم عندهم نقدر نطلب منهم البعثات اللي تيجي ندربها أو أن احنا كمان نروح نقدم لهم المشورة الفنية في بلادهم يعني كون أن احنا نوصل كمان أن احنا نعمل 75 بير في مناطق كانت محرومة تماما خطوط مياه نقية صرف صحي سدود احنا اللي بنشارك في بنائها وبخبرة مصرية فيه شركات كبرى مصرية يعني شركات مقاولات بتعمل على البناء والتطوير في أفريقيا لما نشوف يقولك استاد غانا ده اللي عاملها شركة مصرية السد الفلاني في دول حوض النيل اللي قائمة عليه شركات مصرية شركات مصرية إذا كانت خاصة أو حكومية فهي رايحة باسم مصر وبتستغل أن دائما مصر في أفريقيا لها الاحترام والاحترام الشديد جدا احنا بنتدي بقى دلوقتي نرجع مرة تانية لهذا الدور الإقليم الرائع احنا بقى نقدر نعمل عندنا الصناعات احنا بنعمل دلوقتي مناطق حرة وحنبقى من أكتر مراكز اللوجستيات في العالم سواء في منطقة إقليم قناة السويس أو شرق بورسعيد بورسعيد اعم يعني احنا هنقدر ناخد وندي احنا محتاجين المواد الخامل اللي موجودة في أفريقيا ولكن هنتكامل معهم ناخد وندي منهم احنا لما دلوقتي نقدم لهم الخبارات في عمل خطوط سك حديد في ربوع أفريقيا محطات كهرباء في ربوع أفريقيا محطات تحلية مياه وقبار جوافية في الدول المحرومة جدا زي دولة جنوب السودان اللي احنا دلوقتي لو احنا مديناش الدور ده في دول أخرى زي ما هذاك تفضلت وقلت إسرائيل لما دلوقتي في دول إفريقية قريبة جدا مننا تعتبر العمق بتاعنا بتعمل معاهدات مع إسرائيل فيه ناس بيقولك ده حييجي على حساب الدور المصري لا أنا بختلف بالعكس ده احنا ناخد ده دافع ان احنا ندخل واحنا ناخد دورنا الريادي احنا دلوقتي بصدد عمل 22 مزرعة نموزاجية في أفريقيا أغلبها أغلبها أوشك على ان احنا نفتتح وفي فترة من الفترات كنا نعلن ان احنا اخدنا 2500 هكتار في الدولة الفلانية وننش مفيش حاجة بالتام دلوقتي فيه الإرادة السياسية ان احنا بالفعل فيه اكتر من 22 مزرعة نموزاجية تمت بالفعل ان بعثات الافريقية اللي بتيجي للطلبة اللي بياخدوا منح سواء طلبة في جامعة القاهرة أو في الأزهر الشريف حدث ولا حرج سنويا هي دي روافت قوة مصر الناعمة البيعثات اللي بيرسلها الأزهر سنويا لأفريقيا سواء كانوا دعاء أو بابتتاحات المساجد اللي بتتم السفارات المصرية في أفريقيا لها دور ودور رائع طبعا ده من يعني الأستاذ محمد فاي ده كان في يوم من الأيام يعني بيعتبروه إن ده الشخص ده كان رئيس المجلس القومي لحوق الإنسان في مصر هو الشخصية الأفريقية الأولى في يوم من الأيام لما ظهر بس كده كان بيترشح لأحد منصب أحد مناصب الاتحاد الأفريقي أول ما ظهر اسمه الكل تنحى ياخدها بالتسكية لمحمد فاي ده كان أحد رجال الزعيم عبد الناصر صحيح الزعيم عبد الناصر كان بيساند كل حركات التحرر في أفريقيا ونقف بقاعد بدون استغلال ده أنا بقف معاك علشان تستقل وبعد كده هيبقى صوتك معايا فيما بعد كلمني عن دور الإزاعة المصرية في هذا لا هيك عن دور الإزاعة المصرية مهندس إبراهيم محلب رئيس الزرال أسبق لما بيروح يحضر أي مؤتمر بيحبوه قد إيه بالضبط كلمنا لأي حد مصري بيروح في أي مكان هناك بالضبط بالضبط يعني زي ما احنا بنبقى مثلا فخورين لما بنروح بعض الدول وبنبقى حسين إن احنا يعني بيترحب بينا أفريقيا بتنتظر الدور المصري يعني في فترة من الفترات دي مهندس ألهالي قال إحنا رحنا الصومال علشان نعمل أبار ونطور يعني أبار بنرفع كفائتها وبنعمل أبار مياه جديدة فقال له أنتوا كنتوا فين من زمان فعلا إحنا غبنا فترة يعني النجم المصري يعني كان فيه نوع من أنه يخبى ضوب شوية ولكن دلوقتي بيستع شمس مصري بتستع في أفريقيا بغزارة إحنا دلوقتي متوقع إن احنا حنعمل السوق الأفريقية ومنظمة التجارة الحرة ما بيننا وبين أفريقيا اللي حيخلي بقى فيه سلاسل تجارية وتبادل صناعي إحنا عندنا صناعات بتحتاج لصناعات وسيطة علشان تشغل هذه الصناعات نقدر نجيب الصناعات الوسيطة دي ونستخدم المشاريع المتوسطة والصغيرة ومتعادة الصغيرة سواء في أفريقيا أو في مصر كون إن أنا شغل أعمل استثمارات عندهم ووفر لهم فرص عمالة وفرص تشغيل وفي نفس الوقت ده هيعود عليها بشكل أو بآخر كنوع من التبادل الاقتصادي ما بينه وما بينه تمام دكتور رحمد يمكن الوقت تجري بسرعة بس أنا عايز أعرف بسفتك بقى خبير اقتصادي سيكون بحث في شول الأفريقية تمام كلم يعني سريعا كده في عشر سوائد شايف بكرة إزاي في أفريقيا بكرة إزاي إحنا يجب إن إحنا نستمر في أفريقيا إحنا مش لازم نكون رئيس الاتحاد الأفريقيا عشان يكون لي دور لا ده أنا دوري سياسي ودوري اقتصادي ودوري تنموي ودوري إن أنا قائد لأفريقيا ومثلها في الأمم المتحدة لما مصر تتكلم في المتحد بيساعدها 54 صوت في أفريقيا ومع منظمة الكوميسا والتكاترات الاقتصادية الأخرى إنه ينزيد ونفعل ونفعل التكامل الاقتصادي ما بيننا في السلع والخدمات بالإضافة إنه إحنا نستمر في مشاريع البنية التحتية والمشاريع اللي إحنا بنعمل فيها ربط سواء كان طرق أو سكة حديد على أساس إن دول حضن نيل بعدت عن مصر شوي لكن أنا حرجع جمعها تاني صحي وده اللي بيحصل اليومين دول وأعتقد إنه إحنا ده أمر حتمي التوجه لأفريقيا بدور قوي اقتصاديا وسياسيا ودعما في كل المجالات ده قدر مص ويجب أنها تستمر فيه تمام مشكورك شكرا جزيلا دكتور أحمد سمير البحث في الشؤون الأفريقية نوارتيني واستفردنا كتير من كلام الحضرات شكرا جزيلا مشاهدين الكرام هنطلع فاصل سريع بل ما تجيبكم بايت الشاي التانية نحضر مع ضيفي الكريم دكتور أحمد يعقوب ونتكلم عن حصول مؤسسة شباب المتوسط على جائزة الملك حمد لتمكين الشباب وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ودعم قدرات الشباب بالمجتمع المدني فاصل سريع نرجع مع بعضتين العلم روح العمل يا همة العمال والنصر سبب الجهاد والعبرة بالأعمال يا رب خلي العمال أصل العاملين مفهوم يا صانعين التاريخ والمجل الأجيال أبل كلامي سلامي للعمال اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة